في درس اليوم بتتعلم كيف تلسق نصوص او صور تتبع حركة الشيء او الشخص الموجود في الفيديو وتلقى تسويها على النسخة المجانية لذا ما في مجال للعذار خلنا نبدأ بنضيف نص وصورة لهذه المرة اللي تتمرن جري الحين نحتاج نحط مؤشر التشغيل في وسط المقطع بعدها نروح الى صفحة الفيوجين لا ترتبك وتسكى البرنامج صفحة الفيوجين ما هي معقدة بالقدر اللي تظنه نفتح الفيكتس من اعلى اليسار ونبحث عن المؤثر تراكر اسحب المؤثر وفلتها على الخط بين ميديا ان وميديا اوت او بطريقة ثانية واللي هي شفت مسافة وراح يطلع لك قائمة الادوات وتكتب في شريط البحث تراكر وتضغط اد بانضاف لك تلقائي تنقر على تراكر وبتشوف عندك في شاشة العرض مستطيل اخضر يتحول للون احمر اذا مررنا عليه بالفارة تبع تكبر في شاشة العرض بضغطك على كنترول والسكرول بالفارة بتلاحظ ان في مستطيلين مستطيل الصغير واللي هو مسؤول عن تحديد الجزء اللي بنشتغل عليه والمستطيل اللي اكبر منه يساعده في التحديد في المساحة اللي نختارها الحين نرجع نفتح الانسبكتر عشان نعدل في التفاصيل للتراكر قبل لا نبدأ التتبع يفضل تحط النمط الى بست ماتش هذا بيعطينا افضل نتيجة بعد ما حطينا المؤشر في وسط المقطع واتأكدنا من تحديد الجزء اللي نبغى نتتبعه نضغط على هذا الزر تتبع من المؤشر الى نهاية المقطع ومن ثم نرجع مؤشر التشغيل الى النقطة اللي بتتبعنا منها وندغط الزر الاخر تتبع لبداية المقطع بعد ما نضبطنا عملية التتبع راح نضيف النص اللي نريده يتتبع وجه المرأة نكتب النص في المربع هنا ونربط النص في التراكر عشان يطر لنا النص ننقر على التراكر ونروح الى Operation ونغيره من هنا من None الى Match Move وبكذا جعلنا النص يتبع الشخص تبغى تضيف صورة مع النص الى الفيديو؟ ما في مشكلة في عقدة اسمها Multi Merge المالتي مرج ما يحتاج تبحث عنه في القائمة لانه موجود في القائمة الافتراضية الموجودة قدامنا هنا تسحبها وتفلتها بين الناس والتراكر نجيب الصورة اللي عندنا ونشبكها في المالتي مرج سيارة كبيرة فبنعدل في حجمها ومكانها من عقدة تترانسفور بعد إضافة النص والصورة صار شكل المقطع الحين كأن المرة اللي تتمرن صيرت فكر في كوب قهوة شهي بعد جولة التمرين عندنا هنا فيديو آخر طبقت عليه التتبع عشان أوريك مشكلة قد تصالفك أثناء إضافة النص لالتراكر مثل ما تلاحظ هنا جزء من النص صير عالق في الإطار لحل هذه المشكلة تسحب مؤشر التشغيل للفريم اللي علق فيه النص علق عندي في فريم 249 بعدها تفتح سبلاين ثم تنزل تحت وتضغط صح في المربع بتشوف هنا المسار اللي فيه نقاط التتبع تتكبر وتصغر الرؤية من هنا هذا الفريم اللي فيه صار النص عالق في الإطار نسوي تحديد للنقاط من بعد المؤشر ونحذفها نضغط على المكان الفاضي زر الفارة اليمين ونختار Gradient Extrabolation لما نختار Gradient Extrabolation البرنامج راح يخم من المسار الافتراضي لحركة مستطيل التتبع أمل أنك تعلمت شيء أو عدة أشياء في درس اليوم وش رايك؟ تبدأت تتعلم زيادة؟ تقدر تشاهد فيديواتي الأخرى على القناة وأشوفك على خير في المرات الجاية ترجمة نانسي قنقر